شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماتس دوت كوم مش هتدخل وشوف الفراية بقى أصلي بابا مش موجود يا علي بيك وبصراحة ربنا كده أنا مش عايزة تخلق وبابا مش موجود ليه؟ من غير ليه يا بي طيب حتى أشوف أخي عادل وهامش على طول أقول لك تعالي أنت تكندش يا عم كامل؟ أنت عايز الهاني بتطردك تاني؟ تطردني ليه؟ ابني سعدت الباشق يعني زيه زي عادل بالصاب أنت هتستعبت يا رجل أنت؟ يعني ما أنتش عارف اللي فيها؟ الودوى جيه وعاوز يخش بتأبوه أطرده أحوش بيعني عوزية؟ نعم استهان ماشا الله سايبيه شغلوك وقعدين تتكلموا مع بعض؟ الفضالي تلعي العصير لعادل بيت حاضر ايه ده؟ مين ده؟ ابني بنتك ده يا كامل؟ لاست هامل ده 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 ايه 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 ده 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 ما تتكلموا أنا علي بن سليم البادر علي؟ ايه علي سليم البادر بقى انت؟ اهلا ومين اللي عرفك طريق البلة يا علي؟ محمود زميل اللي في المدرسة وكامل طبعا اللي دخلك ابني سعد تلباشة وعيش تشوف بابا طب روحي انت دلوقتي حاضر هو بابا مش كان بيجي يشوفك يا حبيبي؟ كان بيجي انما دلوقتي بقى له زمان ما بيجيش وانت بقى جاي تشوفك واشوف اخويك اخوك ايه ايه عادل اخوي عادل مش اخوك ليه كنا يا عادل؟ ايه يا سليم؟ هي خطة مضبرة ولا ايه؟ خلاص ازيك عادل؟ ازيك عادل؟ حاضر يا سليم الولد ايدين ملزقة دي عسلية عادل عادل؟ عادل بيعمل الدفوع ما فيهش حاجة لما تعطى الربع ساعة عادل؟ سيب الولد فوق اسكت يا هنم شاكت بقى وحش قوي عادل؟ ويه بابا؟ تعال خبيبي سلم على اخوك عليها يعني ايه يفضل معانا؟ يعني بحقلك لغبتك القديمة اللي ايما تخنقت مع ام الله يرحمها عشانها الكلام ده كان زمان لما كنت عايزهم يجبروا سوا ويتربوا تربية واحدة ويتعلموا السلوك واحد واخلاق واحدة لكن دلوقتي بعد ما تربى في الشارع ودخل مدارس الحكومة واختلط بأولاد الناس الوحشين عايزوا يواجمع عادل عشان يفسد تربيته ما شفت شكله؟ ما له شكله يا نظر شوية العفار اللي عليه دول من المدرسة انا شفته ببيته فيه قد ايه انيسة معتنية بيه ومنظفها؟ تربية انيسة بادوي غير تربية نازك السلاح بقر بس ده ابني يا نازك ولسه صغير ممكن نغيره ونربيه زي ما احنا عايزين والفرصة لسه ما ضاعتش؟ لا ضاعت انا باخد رأيك بس لكن في النهاية كلمتي هي اللي احتمشي انا مش مستعبت الولد اكبر بعيد عني الناس يقولوا ابن سليم باشر بدري تربى في بيت غير بيت ابوه هو عايش على وش الدنيا موسيقى كل يا عاجبي ما تكتسفش ده بيت بابا تاخد عتلية؟ ايه جدل؟ ده حاجات وحشة عادل بيه حاجات مش نضيفة ليه كده يا فوزية؟ مالفوفة بورا ايه بيه؟ خلي ااخد من اخوه اسكت انتي للهانم تسود عيشتك هي الهانم دي تبقى مرات ابوية؟ ما اسمهاش مرات ابوية يا شاطر اسمها مرات بابي يا حبيبي ولما تنبه لها تقول لها يا طمي انا ساعات بقول لمومة انيسة يا انيسة حاجة يا انيسة يا انيسة لو تلك خليك في البيت واحنا حندور قلبكو ميت ما حدش فيكو حسد بالانا فيه الفضال ارتاح يا ستة انيسة واحنا حنلاقيه وهو هيروح فين بس يا ستة انيسة تلاقيه بيالعبوا الوقت سارة اول ولا حد من زميله خده معاقيته ثم انتي هتعمل ايه اكتر من احنا حنعمله وبعدين عيب عاو تحوجي في الشارع بالشكل ده اسكت يا طوفيه لا تقرش عالك ترماطاير لما تبعتين الالواتي بيتحالك معايا زمان تحايد يا علي استني يا انيسة افني يا انيسة حرم عليك اللي بتعمليك تفسي ده وبعدين يا شهيد ما تيجي الروح الاسم انا بقول واحد مننا يروح الاسم والتاني يفوت على بيوت زميله صح وانا بعدت طقطة يدور عليه في الخرابة وحرطة الوكادة سبحان الله ولا اله الا الله وبعدين معاك يا عمي بدا ما تزعلش نفسك قوي كده ان شاء الله حيلاقوه اعم ربنا هيسمع منك يا ابنتي علي ده النور اللي فضلي في عتمة شبتي لو لا ما كنتش استحملته كل المصايب اللي قتمت وقصتي ما تقلقش انا قلبي بيقوللي انو بخيه ما عليش يااختي ما عليش حبيبتي هد روحك يااختي مش كده اشرب اشرب وهد روحك وان شاء الله حد بات الليلة والوات بحولة مش عايزة اعملي معروف يا ضراعي الله يكون فعال يا سي توفيق يا اخودي يعني هما خلاص ما حدش قادر يلق الولا الامر لله ست سماسم قديني قلت للصة زكريا وشهين يدوروا في الإسام والاستباليات انتو بتتوششوا على ايه؟ في حاجة انتو عارفيني هو بتخبوا علي؟ الوات جلاله ايه طبي؟ اتمنوا يا جماعة عالي بخير ووفقني بحالي اين عالي بحالي؟ الحمد لله عالي في تابوم الظهرية علي عهداتك من دلوقتي يا صلحة فعناي يا سليم بيه تهدي تدي له حمام وتغيري له بيه يلا حبيبي مع عدادة صالحة بس يا ماما انزة بتحميني يوم الخميس كل اسبوع ولا كل شهر وانت يا فازية تغضى بسرير اللي عالي في قدة عدل حاضر يا فن يلا يا عدل بيه يلا يا عدل بيه خلاص ارتحت ده الوضع الطبيعي يا عام والمدرسة؟ هنقل له مدرسة يا رئيبه من هنا تفضل يا ستوفيق ساعة الباشا موجودة بساء الخير يا عزيك هانا بساء الخير يا سليم باشا بساء الخير يا سليم باشا لما عالت اخر عن معاد رجوعه من المدرسة ومال هو فين؟ هو بياخد حمام عشان ينام ينام؟ هو حيبات هنا اللي لدي؟ لا حيبات هنا على طول انا قررت اخليه هنا في بيته مع اخوه ازاي يا سليم باشا؟ ما احنا متفقين من زمان ولا نسيت؟ لا انا ما نسيتش يا توفيق انا وفقت على وجوده معاكم في الفترة دي عشان كان لسه رضيع محتاج لحنان خالته لكن دلوقتي خلاص كبر وراحل المدرسة محتاج لأسلوب تاني في التربية متهيال انت معايا ان ما يصحش الأخين يكبروا بعد عن بعض ولا يتربوا بأسلوبين مختلفين بس احنا اعتبرنا علي ابننا واحنا في الاصل مش غرب عنه خالته وجوز خالته والخالة والدة وقانيسة علقت بعلي قوي بقى بالنسبة لها الابن اللي اتحرمت من وجوده ومش معقول تحت اي سبب تحرمها من وجوده اظن ما حدش يقدر يجادل في الحق كاب واحنا ما انكرناش الابوة دي وزا كانت يعني نازك هانم هي اللي نازك هانم ملهاش دعوة يا توفيق افندي بالعكس انا من رأيك امال ايه اللي حصل يا سليم باشا وايه السبب للتغيير المفاجئ ده خصوصا يعني انك مكنتش ملهوف قوي على ابنك وكنت كل فين وفين لما تيجي تشوفه ما تتعداش حدودك يا توفيق مشاعر ناحية ابني مش محتاجة شهادة منك انا مقصودش ادائقك او اجراحك بس انا مش فاهم اي سبب لموقفك ده اظن مايصحش تسيب مراتك بره المده دي كلها لو سبحت بقلالها وجهة نظري والله علي تحت امرها اي وقت تحب تشوفه او تطمن عليك اغذ عليك اغذ اغذ يا بنت الحلال مش كده عايزة تفضحينا في الشارع حاسبي الله ونعمل واكل فيك حاسبي الله ونعمل واكل فيك وندك لله يا توفيق ايه خير مالك يا ستة عنيسة اتبعوا عليها وقت نعم وخدوا من الوقت يا ابا كلام ايدي يا توفيق خطرافة يا عمبادة خطرافة الراجل مصمم ياخد ابنه حاولت اكفال معه بالله ايه احسن وترجيته مفيش فايدة كانت عايزة نعمل معه ايه اضرابه ولا اخطف ابنه غصب عنده بسيليم خدل وقلد ايوا يا ابا ناضج السنة احضار بتنتقل من علي يا ابا مش صحيح الواحد يقول ان اله هو اللي عليه الستة نفسها عرضت جلسة وما كانتش موافع اتصفت وفيه ما اصرش يا ستة انيسة هيعمل ايه صحيح سليم البدري ومصمم ياخد ابنه وده حق حقه من ايه ده ابن عليها عليها اللي سليم موتها معزورة ابنها هي مستحيل تاخده دراتها يا ستة يا ابوه اللي اخده ابوه فكر فيها بالعقل كده عقل عقل ابنه الله يرحمك يا عليها الله يرحمك يا ابن سالب اقول لكم اي دلوقتي باغتي كده اتجوزت راجل ضعيف لا بيتط ولا بيرط اتتخبالت في نفوقك يا ابت قيمة الله عليك اخفى عليك وعلى تربيتك ما تسكت لقاشك وفي ابي اضربها قدمها اديها فون فوقها اشترقص يا عملي اخدنا بيت عندك في الجبلية ياتي يا ستة هاني يا ستة هاني نعم يا فوجاني في ايه علي نزل عياد مش عايزي بط لحد ما خلى عادل بيس حراق ايه حكاية الولد جاه بي عايت كده ليه مش عارف مفيش على لسانه غير عايز أروح عايز ماما أنيس عايز أروح عايز ماما أنيس خليه عايت ولا يدفلة لحد ابوه ما يرجع يبقى يتصرف معاه هو ساعات البيه خرج؟ طبعاً هو يقدر يقضي ليلة واحدة من غير الصهر برا الوش الفجر؟ روحين تديه لصالحة خليها تسكته عشان عاد البيه يعرف ينام انت لسه ما نامتش يا توفيق يا ابني دلوقتي دعم يا عمي بادوي اتفضل انت ارتاح مش عايزك يا ابني تاخد في نفسك وتنام زعلان انا مزعلان يا عمي بادوي انا عزرها عارف قد ايه بتحب الولد ومش طيقة فكرة بعده عنها انا لو بقدر اتجعه لها مكنش تردد انا مش ضعيف زي ما هي فكرة كلمة قليتها غصباً عنها يا ابني ومش ممكن تكون اصدارها ساعة الغضب بتخلي الواحد يمطر اللي جواه لا لا سبحان الله ولا إله إلا الله اهو انت بقى غلطان في دي اللي جواه انيسة انا عارفه كويس مفيش راجل في الدنيا يملى عنيها إلا انت لكن هي كده عندها وحمق ودافع ولسانها سابقها كانت وهي صغيرة عكس المرحوم اختاه كانت تقولك كلمة من دولية او لامها زي الطوبة تعور انا عارف طبعها بس المرادة يا عم بدوي الطوبة ما كانتش طوبة كانت دبشة تبطح وتسيح الدم اذا كان سليم البدر غلط فأنا كمان غلط انت دخلك ايه بس في اللي حصل انا جات حقولك تعرفي ليه انا لجقتلك وهربت من المعلم ذنهم من عشان مكفينا مش بس كده انا مردتش اروح بنجي ابني عند عمه عشان خفت عليه خفت عليه من عمه انا جات لا مش من عمه انا عارفة كويس ان المعلم ذنه رجل جدع وطيب وبيحب اخوه وحيشيلني ويشيل ابني فوق راسه لكن مراته بقى جنا بقى الغرت السلايف لكن انت عارفة هي كانت ايه علما يعني مهما كان لها جو وسلوك وتصرفات بالتأكيد هتبقى خطر على ناجي ابني وانت عارفة الطفل في السن ده بيلقط ويقلد فهمتك انا جات بس انا مش علما لا العفو ما تفهمينيش غلط مقصدش بس من وجهة نظر سليم البدري انا فهماك من غير ما تكملي بس دي نفخة كدابة عالف سوايتس الاحضار مش هيبقى احسن ولا احلى ولا انضف يمكن يلبسوه اغلى ويأكلو اللي ما بناكلوش لكن هيبقى يتيم وبنضره هيبقى درجة تانية بعد عادل الدلوع اللي على الحجر وده لا يمكن يحصل وانا عايش عالدانية ياخويا بلافار ما يسيبوا الوادي تنغنق في عزة بور مش بقولك مخك طائق وعمرك ما تفهمي حاجة ابدا افهم ايه بس ما هيباينة هاي ابن البان ولا ابن اللفاندي حلفتك يا لفاندي الليلة تجي عندي بطالما يا سابت وانا يعني بتميز على مين يا ذكرارتي مش على جاز يا حبيبي طب ده انا حتى عايز ارقوص لك ما تجيبيس سرط الرأس دي على لسانك وبعدين ايه ده ايه اللي ملغمطة بيش يا فايفك ده انا مش قلتلك قبل كده الف مرة ما بحبش الزواء هو ايه اخت داع مش كفاية حبسني ومحرم علي الشارع وشم الهوى وللاتي سايبنات فالق وعاد مع اصحابك تتكلموا في السياسة اه كمان مش عايزنا تزوّقلك واللعضة نخشك وتضلع معاك حبة امشي يا بيت وروح يخسلي وشك اجري لا بقى مش غسلاء واللي مش عاك بوشي كده يديني هو اضعط بقولك ايه انا لما اقول كلمة ايه الكلمة تضربني يا ذكريا واشراحت كمان وليس ابيعاد ماسكنش لحظة ساعدت البيت طب راحت يا سب هتعمله ايه هتحننه لما يجي بسيبينا لوحدنا ليه بقى احب بافهم هتقوله اسرار لبعض يا نازك انا راجع الله دي مزاكي مش مظبوط ليه مولانا صاحب البشاوية انا ما كنتش مع مولانا او على فاكرة بحضر العاشر تلاف جنيه اللي هنجيبلك بيهم اللقب الوسائة هو انت يا حبيبي مش هتجيبهم لهدية اتجوازنا؟ اتجوازنا انا الاول انا او الالتاني اسلوبك بقى جارح وسخيف مالاش امتلم بحكاية الاسلوم دي بعدين تعال يا انسة روح انت يا صرف اه امتلم في ايه يا ولاة؟ عايزة روح تروح فين؟ مش هو ده بيتك؟ عايز ماما عنيسة مش ماما انت مش كنت مبسوط اول ما جيت؟ انا مش بحب البيت ده عايزة روح بيتنا قولي يا عنيس تحجز عالك بعد ما اخرجت؟ لا طب في حد دقيقك بكلمة ولا حاجة؟ لما بابا يسألك ترد عليه؟ عادل قال لي ما تنامش في قدتي صلحة اخدم يا سلين بيت خد علي ينام في قدك اليلة دي يلا حبيبي مع دادة ايش ده او انا عايزة روح بيتنا انا من بكر هاوضب لك قدك وايسة قوي الوحدة وبعدين يا عالي اسمع الكلام ما تخلينش اضربك يمكن لما تعود مع ابوك في مصر تنفك عقدتك واتبطال المناحة اللي كنت نصبها لنا هنا عمال على بطال خلاص يا امو زاهر هدومها وحاجتها في السره بره يلا يا عملي بيت يا زاهرة نعم يعني واخت افوشك كده وما صدقتي مفيش كلمة عايزة تقوليها لامك وصيفة هقولك اي يعني مش صعب انا عليك فرقتي يا بيت خد يا امليجي يلا يا زاهرة يلا يا بنتي والله ما انا عارفي حباكي ولا كرهاكي ازايك يا بنتي يا زاهرة كويسة يا عمليجي هنعمل ايه في الحكاية دي يا عمليجي الامر امرك يا جلاب الباشر وانتي مين يا بيت اللي زن على اودانك وخلاك تشباطي في حكاية المدرسة دي محد الزن على اوداني يا عمليجي اخوتي هما اللي قالولي ويلا دي لك معلش وانتي يعني بدك تشوف امك قوي ايوه يا عم نفسي حقك طب يا بنتي هنشوف حل قولي يا عمليجي ايوها جلاب الباشر وهدان عمل ايه في حكاية الارض سفر الوجيه عصبس الحدار للخارج ايوه 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 صباح الخير يا سعاد الباشر صباح الخير يا كامل فيه الراجل اللي اسمه بدل ما له بدل واقف بره ويتومي سعادتك مش موجود لكنه وصول ان الاسمن يقابلك خليه يدخلي تابع حاضر يا سعاد الباشر الفضل يا حاج بادر فضل صباح الخير يا سليم باشر صباح الخير يا عملي بادر فضل هاي هاي حبيبه ايوه ايوه سبحان الله لا إله إلا الله تعالى تعالى نستسمح سعادة الباشر ونقط نبوس الأرض قدامه ويمكن يحن علينا ابنك ابنك ومحدش استجري قاسمك فيه لكن ده برضه ابن عليه سكنت عليه يا ماتد فربنا سبحانه وتعالى وصل في عمره اختها أنيسة عشان المقدة يلاقي صدرح ناين ارعاه وضمه فأنا جاء استسمحك وترجاك بيش يبتي وعشان خاطر مرحومة اللي كانت فيه يوم من الأيام مراتك خلاص يا عم بدل انا عملت اللي علي مفتكر كويس ان ما فردتش فيك انا كنت عايزة ممكنك من بيت أبوك يا علي كنت بديك فرصة هترضل تندم عليها طول العمر لكن ما فيش فايدة محدش فاهمني خد الولد يا عم بدل وديهنا أنيسة وتوفيق اللي هي دي اسمتكم نصيب وانت عليك وجرتها السرايا والله يا ماما كنت عايزة بفرج عليها بس يعني ما وانتش تعمل كده تاني لا محدش هناك بيحباني حتى بابا سليم شغل فيها وكان عايز يضربني بسم الله بحنا الله لا إله 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 الله نعم يا حبيب نتخليه يجي يا لعم بغت الجينة اتجوزت راجل ضعيف لا بيدلط ولا بني رض! توفيق بيه؟ توفيق بيه؟ ايو! لما اخذ يا داود افندي ما لك يا توفيق بيه؟ لا ابدا ما فيش حاجة وبلاش توفيق بيه دي اندهلي زي ما طول عمرك بتنده علي سي توفيق توفيق افندي العفو جنابك دلوقتي مستخدم زي زيك يا داود ما علينا ايه اللي معاك ده؟ حركة الانتاج بتاعت الستشهر اللي فاتي وده التقرير اللي جانبك طلبته اه دي عايزة صهرة على الرايق خليها عندك وبافكرني وانا مروح اخدها رجعها في البيت البيت؟ لا خليها انا حاب اصهر عليها هنا فيه حاجة مكدراك يا سي توفيق؟ مشاغل الدنيا داود افندي افضل انت شوف شغلك ايوه اه لمؤخذة يا سي توفيق كويس ان افتكرت العامل اللي اسمه متولي ابو النجا متولي يا ابو النجا؟ احنا عندنا عامل بالاسم ده؟ ايوه اللي بيقولوله تقطق اه تقطق مالي؟ جات لي شكاوي كتير منه قوي ملاحظ الوردية بيقولي انه سايق الهابل على الشيطانة وبيغني ويهرج وسط العمال ومعطل الشغل برضو؟ طب معليش يا داود افندي ننقله هنا هاتوا يمسك ساعة المكتب حيبقى قدام عنايا واعرف اشغاله امر الجنابك وليه ما تبصلوش؟ مدام مش راضي يتعلم وعمره ما هيبقى عامل كويس برضي كنت اتجوز راجل ضعيف لا بيصد ولا بيرصد اضح الصباح فتح يا عليم والجد لا بقش ولا مليم مين في النوبين كل شفاو فيه النا الصباح يعير بصريم الصباح افروطان من صباح افروطان من صباح افروطان من صباح افروطان الصباح افروطان من صباح افروطان من صباح افروطان ثم افروطان فاضل اعمل اتو في بيه فاضل اتلخط حسابك واخلي طرفك اتو في بيه ده احنا فقط راحة ودمعات غدا ومش عايز بلاقشة فاضل استنى فاضل ايه اللي حصل اتو فيه بيه احنا فعلا بسعة الراحة ومتقطع متعود يعملينها جو الظريف كده يا عم ساعة الراحة ما تقلبش المسطع صالة يا ستا زكريا وبعدين التهريك ده حصل قبل كده أسنان العمل زي ما بتقول تقارير الملاحظ الوردية ومش بس قال التهريك وبس احنا دينا له فرصة يتعلم الصنعة ويدق فيها لكن ما فيش من له فايدة الملاحظ قارش ملحيته عشان ما رضيش يجيب له فرق فرح بانت وبعدين انا الكوماندا توفيه بايه وشايف شغل الكل تقطع يتعلم وشايف شغله بما يرد الله لا قرار الإدارة ما فيهوش روح يبقى فاصلة على السوفي واذا كان لنسا ما فيش قانون يحمل عامل من فاصلة على السوفي لكن فيه عمال يحمز ميله القرار ده غلط يا توفيق بايه وانا متأكد انك خدته تحت تأثيره انا ما فيش حد بأسر على قرارات يا ستا زكريا ويكون ده معلوم العمال كلهم ان الإدارة مش ضعيفة وانها ممكن قوي تكون إدارة راشفة ورزلة كمان وانتوا يا ستاها اتفضلوا كل واحد على شغله احنا هنسكت على اللي حاصل ده يا ستا زكريا ما تشعليل هاش يا شاهين انتوا فيها فاندي في حالته غير الطبيعية خالص على العموم ما تشعلي جامل شغل كتير ما تاخدوا الكوشك بتاع خمس وتوعد فيه ولا اقول لك تعال اعرف معي بفرشة الجرايب ورزق ورزقك على الله ويعني من المنكبر لقمتك قوي يا بواردة عايز نشاركك فيها وما لو قد تقدر لحنا عشرة عامر يا أخي والعشرة بتهوم كل حاجة دادا لو كنت عايز ترجع للكار تاني انا ما عنديش مينة جرايب ما هو نصح عامل فارقة وماشى كوي ماشى الغرض يا معلم زينهما اصل انا حبيت المصنع وفرحت بنفسي لما تعلمت الصنعة وخلاص ما بقيتش قادرة سيبه ماشى يا تاتا خليها علاية دي وان شاء الله هترجع المصنع تي حلو حلو اقول معلم وعدك يلا بقى يلا تقتر قوم معايا انا عزبك على الغدع عند البيباني 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 مرة واحدة يا بواردة اه 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 او مالها تقتر الخير كتير والفلوس كتير والقشة معدن والحمد لله والبركة بقى نسي زينهم امعي يا تاتا وخليها على الله ونعمة بالله معلم جنبك يلا تعالوا وراي يا لك ابواردة فتح همعجب اهل معلم اهلك اهلك بروحك وانا زعتك اعمين يا معلمك راجي بالبستاجة وانا جاي قال لي ان في جوابين ادهم لك عشان تدهمني وما فيه اه اه ام اغزب علم معليش انا كنت ناسي اهم اه اتا اخوي وروحش بشغلك البيان سان كنتش بتحب اروح خالتك ومالو معليم هو الحب حرام هو فين هو فين اسم النبي حرسه فين اللي ما يتسمى هو مين؟ ويلي خلاك يسيب البيت دلوقتي؟ قاعد في البيت ازاي؟ وانا المرمش عليلك جدتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا اخويا ما يسكتش عليك؟ قرضينا بالهم والهم مسيق فيها ومستقوي ما قلتلك وليه ايه اللي حصل قبل زرابين ما تطلع؟ سلمت زرابينك يا راحي يا اخويا روح طلعها على ما يسمى الصنايع المقاشف اللي اسمه زكريا مالو زكريا؟ عمل ايه؟ عمل اسود ومهبب مفرعا على البيت الغلبانة ونادل فيها ضرب كل يوم والتاني انا روحت يا اخويا للبيت غلبانة وحدنية قلت شقر عليها لقيتها يا حبت عن امها مفتورة من العياد الخاسع اللي عام الراجل اه وطي صوتك نسوه ليه؟ ما هو لو عارف انها وحدنية ومعطا عمل شاجرة وانظنه يزلها؟ لا ده بعده قلت انك تلمح سان اضربك لا كمان ايه؟ تضربني؟ كده برضه؟ ده يا اخويا بدل ما تاخد للغلبانة حقها يا اختي ايه؟ العصبية وحشة قوي عشاني خرقشة بطني اه بطني بصطي؟ مبسوطة؟ اه عايزة الوقت يموت قبل ما يتولد؟ لا ام المراوحك؟ والله اللي تهزله سبع سماوات ما قوم ولا تحرك من مكاني اللي لما تاخد للغلبانة حقها زكريا فالما اصنعه مش حيطع للمغربية لازم تروح له الليلة اه اصلاً اخدت البيتة عندي وقعدة معانا في البيت اه احياني اعمل حسابك انا مش ممكن ابداً حرجعها له غلما يعرف ايه متها ويعرف ان الله حق بعدينك كلامت بعدين تروحي لوحدك ولا ايجا رواحي لا يا اخوذ خليك انتهت شوف شغلي بس عشان خاطر يا سيزاني لما تروحي اخوذ حاضر حمل لسودانه واطلع عينيه بالسلامة بقى تعيشت يا سبع انا ايه انا من طاطا ولا من زكريا ولا من توفيق اعمل ايه ولا ايه ايه الله انت من طاة السماحي صحيح من طاة بعتهولك علي وبعتلي معايا جواب مخصوص لي بس اخويا طا ما تفتوش الاصول اه عارف ان انا بداله وفي غيابه ما تزعلش مني يا معلم زني انا ده انا اللي متأسف هاوي جاية تأسفلك وتأسف للستة هاني منيسة ما يصحش تفضل وقف على الباب كده يا معالي اتفضل لا معاليش ما يصحش ما تجيش وسي توفيق فندي مش موجود بس امانة باللغيه ان انا جيت لحديكم وحقيت نفسي ليكم حاضر بس هو هيجي ليه؟ هو في حاجة لا سامح الله؟ اه لا ابدا اصلا هو ساعة بتأخر في المصنع ما تتفضل تشرب شاية مش شكرينا سفة هاني بس امانة كمان تبين لغيه انه يفوت علي النهاردة في القهوة لو تكرم يفوت علي حاضر من عناي تسلم عنيك بلازنة ستة هاني مع السلام مش عايزين حاجة صحيح؟ لا ابدا شكرا سلام عليكم مع السلام ها ايه الاخبار بخير والحمد لله بيسلم عليكم كلكم ما قلش هيا رجع امتك؟ ما قلش بس انا عارفة ان فيها شهور يا ستة انيسة هو عبوزك ده ما بيقدرش على بعد الانجليز ولا ايه؟ حاجة زي كده بالمناسبة انا عايز اطلب منك طلب تطلبي ده ايه؟ ده انت تأموري ربنا يخليكي عايزك يتكلميلي لأستاذ توفيق في ايه؟ يشغلني في المصنع مكان طه في المصنع؟ كلام ده انا جات وليه لا انا معايا لصنس حقوق ودلوقتي البنت بتشتغل زي الراجل ايوه مقناش حاجة بس المصنع ده كله رجال هعمل ايه؟ من لازم اصرف على نفسي وعلى ابني لغاية ما يرجع طه احنا قصرنا معاك في حاجة؟ ولا انت معتبر يا نفسك غريب؟ انت مش برضو زي اختي؟ وابن الدم ازاي علي؟ معلش بس دي مسألة متعلقة بي انا وبمبادل انا مش عايز اسمع منك الموضوع ده تاني ابدا فاهمة؟ ادخل انت الداري ادخل قلي قاعدين يكفوك شر الجايين ايوه اللي بتخافك مساءل خير مساءل نور عايز اميه؟ ناجات هاني موجودة ناجات هاني مين؟ احنا معندناش حد بالاسم ده ده بيت توفيق السايل معلش يا بنتي لو سمحت قولها ده ده لبيب اهلا وسهلا يا دادي ستي ناجات يا حبيبتي يا بنتي ازايك يا بنتي؟ وحشان يا حبيبتي وانتي كمان وحشاني قوي يا دادي اهو كده بقى ادخل عملك الشاي معلش يا بنتي مالوش لزوم ده كلمة وانا واقفة لا ازاي انا لازم اقعد ورغي معاك معلش البشة تعبان بابا؟ كله من تحت راسي حرم عليك يا بابا ومش حرم عليك اللي عملتيه فيه انا هتحل السداعك وبالطريقة دي بعد خدمة ثلاثين سنة وده بسببي؟ ولا بسبب الحكومة اللي غيرت كل رجالة الوزارة اللي فاتت؟ طول عمر الوزارات بتتغير وأنا في مكاني مكنوش بيقدر يستغنوا عنا عصرت ست رؤساء وزارة وست وزارة للدخلية وكممكن اقعد لستة جايين له للصايع اللي اتجاوزتي طب بس ما تنفعلش كده المهمة دلوقتي الصحية الصحية كويسة وحقوم زي الحصان وبرضو مش حسيبتها السماحي لو عتفتكني نسكت ونسيت لا انا اخر تقرير جالي مبارح ان نروح القناة مع شوية تعيال الارهابيين وعنينا علي هناك حتى وحضرتك سائب الشغل هرجع له بكرة ولا بعد الغزارة تتغير ويجي وزير تاني مش هيضالوا استغنوا عني كنت متصورة انك هتلاقيها فرصة وتغسل ايديك من كل اللي فات وكنت ساعتها مستعدة اجيبلك ابني اللي ما شفتوش لغاية دلوقتي واجيقعد معاك اراعيك في مرضك وانسك جايتش ماتي فيا قلت هروح لقير يا ايد لا حولة له ولا قوة اشمت فيك ده انا بتمنى لك ختام نظيف مشرف ختام عايز انا موت اطلع برا برا تعالي دلوقتي يا ست نجات واسيبيه بقي طمليني علي يا دادا وخلي بالك منه عشان خطر خليكي جنب ودي مساء الخير مساء الخير يا عمي بدوي قلم صحيخ لغاية دلوقتي اتأخرت عن معاهدك يا ابني قلقتيني علي سرت في المصنع اخلص شغل مرجعتش على بيتك ليه توفيه ايه اللي جابك يا انيسة ما كنت عايز نوطل سايبك اتوفيه انا داخل انام وتعش مصح الصبح ما لاش حد منكم مش يتوفيه تصبحوا على خير وانت من اهله علي في البيت مش هينام لما ترجح علي محتاج راجل قوي يحميه راجل يقدر يصد ويرد كانت غلطة لسان ومش هتتكرر تاني اضمن منين انها غلطة لسان شو ضميني انها مش شعورك الحقيقي نحياتي بقى بعد الهشرة دي كلها ومش عارف شعوري الحقيقي نحياتك انا ليه من غيرك توفيه مين اللي مضلل علي ومستده مين اللي محافظ علي وعلى كرامتي وهو عارف اني مش هجيب له الخلفة اللي تشيل اسمه مين اللي مستحملني وما بيفكرنيش بهايبي وما بيدورش على واحدة تانية عشان تجيب له الخلفة اللي بيتمنها بكل قب ليعمل كده توفيه ما يبقاش ضحيف ده يبقى راجل راجل من معدن قصيلي ما تتوصلش اي ستة في الدنيا اللي تربرك ليه ام اللي قلتيها لي يا انيسة ما كنتش انا توفيه كت واحدة تانية غيري امت جننت وقلبها تخلع من خوفها على ابنها احلفلك بايه اني ما كنت شايفاك والعارفة اني بكلمة كانت بيتيني ليلى ما بيتهاش عمري شككتيني في نفسي وخلتيني اخرج من جلدي النهاردة في المصنع خارجت عن طوري ورفضت الوات تقطع الغالبان عشان اثبت اني مش لين ولا ضعيف اللي يرضيك اعملوا عشان تسامحني تحكمي على نفسك بايه طلقني وعيش لك خدني لا يا انيسة ايه لك كلمة دي اوعي تقوليها تاني حتى لو بتهزري اللي بيني وبينك يا انيسة ما ينتهيش الا بالمور مالك ايه سليم مالك راجع فرحان كده ليه طايرة على بساطة وينه ايه سلام ايه اللي حصل في الدنيا يعني اعادي وانا اقولك قول خامني جبتلي الوسام واللقب الوسام واللقب ده مسألة مفروغ منها فيه الاهمة اقول بقى ما تحيرنيش انت فاكرة السبب اللي خلس سليمان غانم يسيب بلده ويجي ورايه هنا عشان ينتقم مني هو انت ما بتفكرش غير في سليمان غانم استني بس ورد علي فاكرة السبب ولا لأ ايوا فاكرة بيعتبرني بينك وبينه طار عشان باباك الباشا دخل ابوه السجن وموته مديون ايه رائج بقى ان جتلي الفرصة اقواجه له نفس الدربة اللي ضربها بابا لابوه يعني ايه مش فاهم سليمان غانم في ورده لو ما بعش الارض هيفلس مين اللي قالك الكلام ده الكلام ده اكيد يا حبيبتي انا سامع نهارده في الكلام وبعدين تخيل الحصر اللي هتحرق قلب سليمان لما يعرف ان الميت فدان واقعوا في ايدينا احنا واقعوا في ايدينا احنا توصد ان انا نشتريهم بالزبط بس سليمان غانم مش ممكن يفكر يبقى لنا احنا مش هيعرف انه بقى لنا غير بعد ما يبيع فعلا ازاي؟ دي لعبت انا بقى يا حبيبتي المهم اي رأيك؟ ودي محتاجة رأي ياريت تبقى اروح تحضر لنا الفلوس نازيك نبقى اي حاجة في الدنيا في سبيل الميت فدان دول يبقى؟ بدون تردد طبعا لما هنشتري ارد سليمان هتكتب باسمك زي كل حاجة يا حبيبتي بس انا اللي حامي بتاعك ومش ممكن اخبعك يعني هو هيديك اكتر من اللي بعرضه عليك عمو انتك زائد الفين جديد المسألة مش مسألة فلوس ده حتى سليمان باشا ظروفه المادية اليومين دول مش ولابد يبقى مش هينفعك وانا اللي هنفعك بالاضافة اللي انا عرضته عليك انا هسحب كل شغل وشغل اللي هانا من المحامل بتاعنا وهجيبه مكتبك المسألة كده لازم تتلعب بكتمان شديد جدا احنا ندور على شخص بعيد عنكم خاطئ والشخص ده موجود عندي مش مش كده يشتري من سليمان ويسجله وبعدها مباشرة يبدع لكم انت تخبضت في مخك ولا ايه سايب البلد والعمودية وجاي هنا عشان تحسبني ما هيفوش شان يا سليمان قاني اللي متفق مع سابت باشا الاسيوطي ومديله كلمة وبلغت الافوكاتو شفية يا بني ادم سابت الاسيوطي عرض عليها سعر الارض وبعدين جاني واحد تاني عرض سعر اعلى والابوكاتو شفية قال لي قبل السعر الكبير ويطلع مين صاحب السعر الجديد ده يطلع مين رياض الساية ما يطلع زي ما يطلع احنا هناسبه يا بمخ زلط ولا ايه يعني لازم يكوننا باشا يا خاي ولا هو اكله وبحلاقه ايه وابا الثاني كنت متفق مع سابت باشا عشان سبعتك في البلد عشان محدش يعرف حكاية بيع ارضك دي انما المشتري الجديد دي مش هيهمه ايوها حاجة خالص مندي مفيش حاجة بتستخبط فوق بعدين دي ارضي اني حر فيها محدش لي حاجة عندي انت انسيت جاي مصر ليه من اصله وانسيت النبوك الله يرحمه مات بحصرة الارض دي لما ضعت منه عايز تحصنه تاني في تربته اردم علي هتقوله اللي حصل حصل انتهيني وبعدين اني مش معقول افضل قاعد هنا في مصر مديون ومفلس واني عندي ارض ممكن تغطيني وقت ما تزنق الارض راحت هرجعهم زي ما رجعتها بعد ما لوحك من ابويه مبروك يا سليم باشا متشكل يا باشا اصطاد يا سيدي اعملتك والمبلغ الانتفان عليه اعملتشكل قوي يا فديم وانا دايما في خدمتك مال واسعة الباشا اعرف المشتر الحقيقي او لسه المسالة مسالة وقت وبكرة هيا عادل سليم البدري ابن البدري الصغير يا ابن غاني عملها في يا شفيق الكام انت اللي عملتها يا سليمان محدش عملها غيرك الخبر وصل البلد والمدرية والناحية كلها انا سايب الكفر والاقل دا يريني يطبلوا في 갈ه ويقولوا سليمان بقى ارضه يا أولاد بس على طوله وارضه يا أولاد بس طباني ممكن اشكت الناس اللي سكتها ازاي اني لسه ممتش عالي اني لسه صليب طولي وهفضل صليب طولي ما حدش حقدر يكسرني او احن راسي بعد كل اللي حاصل يا سليمان هو ايه اللي حاصل يعني أصل إيه؟ كان باني وبن سليم طار دلوقتي بقوا مطارين وهاخدهم تلاتة بالله العظيم لاخدهم إيه رأي في المفاجأة دي؟ مش أهلة مفاجأة سمعت ياه؟ طبعاً بس ما كانش فيه داعي تبقى مفاجأة ولا أنت كنت متصور أني حرفت تبقى الأرض بإسمها عادل؟ طبعاً لا أنا مخطرش في بالي أي تصور بالشكل ده يلا عدولة موسيوري نيمس تنيكا إيه رأيك بقى لو نكملها؟ نكملها؟ إيه هي؟ مش عيد بنادة عادل يوم الخميس الجايد؟ أيه؟ نعزم سليمان غانم إيه التهريك ده يا سليم؟ طبعاً لا هيجي ولا أنا عايزه هيجي لمجرد بطاق الدعوة لحضور حفل عيد ميلاد الملك الجديد لأرض ميت الغانم يا سر الوجيه عادل سليم باشا البدري أن يدعو سليمان باشا غانم وجميع أبناء ميت الغانم جرانه ومزارية أرضه بتشريف حفل عيد ميلاده يوم الخميس القادم بطاق الدعوة أميلاد الميت الغانم لا يدعو سليمان بطاق الدعوة بطاق الدعوة بطاق الدعوة بطاق الدعوة ليه حق؟ إيه تيه؟ انت ليس قادنة؟ انت عاد هنا ليه؟ قعدت قوق جنبي زي الغربان؟ ما ترجع البلد تشوف اللي وراك؟ يا أخي سبحان الله كل اللي حصلك دي وليس مدفر عن؟ قلتلك غور من وجيه يا واحدان أنا مش عايز أشوفك مش طيقك عايز حد غيرك يصبح لي ويبسيني ما عطتش طيق خلقيتك بقيت من نسباني يعمل زي شربة زيت الخروع دي؟ إذا كان دلها يبرد نارك خلاص عيني سايبك وماشي لما شوفها تعمل إيه بس يكون في معلومك نصيحة الوجه الله اوعى تخط البلد اليومين دول غرجتك سخونية في جدتك أنا مش عارفة إيه اللي مخليك مصمم تودي لودي السراي مع إنه هو نفسه ملوش مزاج يروح يا أنيسة دا عيد ميلاد أخوه وأبوه عمله حفلة وعاوزوا يحضرها نقوله لأ ثم في حاجة مهمة لازم نفضل فاكرينها مهما الزمن عادة علي وعادل إخواتي يا أنيسة طب ما عملش حفلة ليه لعلي لما جاعد ميلاده من كام شاهد يا ستي اللي ينبو تدوره بكرة تيجي المناسبة ونعملها لوحنا إن شاء الله مش كده يا علي ايه يا بابا توفي طب يلا يا حبيبي مش هنتأخر يا أنيسة مع الفي سلام ايه مالك مش عارف جنبي علّ علي شوية يا طب خلاص بناس تروح لا لا إزاي يا أنيسة لازم الولد يروح دلوقتي بقى كويس خليك طواني هتتعب خليك انت بوضى وفيه وانا هروح لوحدك تروح لوحدك إزاي حبيبي انت متعرفش السكة طب اسمعها يا أنيسة ابعاد حد نلزعتر يجي عشان يوصله يا جدا عدة ما تبقاش ريخي مرم هاي معزوم هيلي لازم أن سعدت الباشا أخذ خبر إزاي تخوش بس الله يا مكان من خير مواق ايه؟ يعني قلت مادمة عزم يبقى لازم أجي زهرة سليم أعلمي مش دي اللي خوطت بماغي عشان تشوفيه شابهك الخلق الناطر طلعالي وظن دول إخواتي لا 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 واحد أخوها والتالي لا أهلا يا سليم باشا أهلا يا سليم باشا لا تنسوا الاشتراك في قناة تشوف دراما ليصلكم كل جديدنا